مشاهدينا ومتابعينا عبر تليفزيون اليوم السابع احنا النهاردة معاكم في قصة التحدي جديدة مع زينب اللي اتحدت مرض الضمور واصبحت دلوقتي معيدة في كلية التجارة جامعة السادات شعبة اللغة الانجليزية زينب عرفينها بنفسك الاول زينب محمد خديجي التجارة الجديدة جامعة مدينة السادات ساكن هنا في مدينة السادات الموجية قولنا بقى قصتك بدأت ازاي؟ هي البداية خالص ان انا كنت عادي يعني ما كانش في اي مشكلة صحية او كده وبعدين بدأ بقى تدريجي ان انا كل حاجة مش عارف اعملها الماشي بصغوبة الحركة ابسط حاجة انا مش عارف اعملها اين وكناش بقى فاهمين الموضوع في الاول لان احنا ما عندناش حد يعني كان نفس الحالة الصحية وكده وبدأ انا بقى نروح لدكاترة كتير واي حد تقول انا دكتور وكنا بنروح وكده بس يعني ما كانش حد عارف يوصل لتشخيص دقيقا عندي ايه زي يقول لدكاترة قالوا ان دي مش كده في اللوز وهنعمل العملية والدنيا هتبقى تماما عملنا العملية بس ساعتها بقى حصل نزيف وكان الدكتور مش عارف يسيطر عن الموضوع يعني من بعد العملية بقى ابتدت كل حاجة للأسوأ يعني اللي كنت بعمله وبقيتش بعارف اعمله بس وصورا خالص بقى ناخد تشخيص وصلتوا ان انا عندي دمور عضوات يعني تمام بعد كده ايه اللي حصل بقى بعد كده بقى ده بقى وضع وضع فائلي يعني وضع خام اه تمام عملت ايه بقى تعاملت مع المرض ازاي وفي البداية انا مكنتش متقبلة الموضوع خالص ان زي ما قلت لحضراتك ان انا كنت طبيعية وكنت بعمل كل حاجة وفاجأة بقى لقيت ان انا لا ده وضع مفروض علي ولازم ان انا نحيش معي بدأت ان انا خداصت زي ما قلت لك وضع قائم يعني بدأت ان انا روح المدرسة لا هما متقبليني ولا متقبلة نفسي اصلا بس بعدين فضلت بقى ان انا مش عارفة عايش خالص الموضوع ما كانش سهل ابدا وعيواط بقى وان احد يسألني حتى لو بست ايه اللي عندك انا كنت بقى بقلب الدنيا مناحة بس الحد ما تقريبا كده فقولة كلية يعني قبل الكلية اصلا انا مكنش حد مشجع ان انا كمية التعليم يعني بهدلة ودروس بعيدة وستنى وستنى وعام وعين معلوم كمان فكان الموضوع صعب بس هي موضوع كررت ان لأ لازم طرق وانتي معنى كيش حاجة زهنية او كده فلازم ليكمل ضخفت عين معلوم جب 96% كنت نفسي ادرس حاجة ليه علاقة بالجوناتيك وكده يعني عشان بس محدش يبقى في النفس اللي انا فيه دلوقتي بس كلية عملية ومع الكورسي وكانت فيشبين ساحيتها وانا في السادات فالموضوع كان صابع فدخلت التجارة انجليزي ما كنتش حابة الموضوع خالص في البداية وازاي انا بقى جاية بستة وتسعين اوقف التجارة في البداية انا من الاول سنة بقى باطلع من الاول يعني ما بين التالتة والربعة بس ما كنتش متوخيل عين ممكن يحصل بعد كده انا باطلع من الاول منش عارت ممكن اشتغل اصلا ولا لا لحد ما الحمدالله في ربعة كلات باحت نقول على الشعب التجارة الجديزي عندنا وجاري بقى تعيين في الكلية كمعيدة يعني بس بس ان شاء الله استلم شهر الدي وإذن الله تمام وليلي بقى كان يومك بيبقى عامل ازاي قبل جده وكان صعب انا مكنتش بقى يعني مش عارفها لا يومك في الكلية كان بيبقى عامل ازاي في الكلية انا كنت باصحة انا كنسة اتنين في مكان غير اللي احنا فيه دلوقتي كنت باصحة بعمل حاجات طبعية وليبس مش عارف ايو كده في قولة وتانية كلية كنت بخافة اطلع اصلا في الشارع اللي تقعتي يعني كانت موارز ببقى معايا وانا مش عارفة ان انا مش في الشارع الوهدي اصلا انا مش عارفة بقى اخوف ولا انا خايف حد يعمللي حاجة او اعرفش بس بدات ان انا حاسة حابة ان انا عايزة هاتمت عمال نفسي اكتر فبقيت ان انا قولها طلع خليك انت في البيت وانا اهروا كنت بروح الكلية وشوية شوية بقى هيا كانت برضو بتقلق علي انت بروحتي تقليدي بس الموضوع بقى بعد كده يعني تأقلمت كنت بقى عايدة مثلا في الشارع لو حصل موقف دياني او كده كان فيه حتة كده بعض عايدة فيها وامسح دموية ورا واحلاء الدينية تمام فش اي حاجة حكيلي بقى معاملة الدكاترة معاك في كلية التجارة طبعا بص كان فيه دكاترة كويسين جدا يعني لحد دلوقتي ما شوصش منه من الحد حاجة وحشة ليه علاقة مثلا بالظروفي او كده بالعكس هم بس كانوا مغضلين من فكرة ان طالبة على كورسي اول مر جلهم كان بالنسبانه حاجة غريبة شوية بس كان فيه معاملة كويسة او لا مفيش اي مشكلة بالعكس انا كنت مثلا ايه اقول لهم المكان ده مش مجهز انا عايزة رمب عايزة مطلع عايزة كذا يعني كانوا بيحاولوا ان هم وردو يساعدوني هي المشكلة بس ان هم مش فاهميني عموا يساعدوني ازاي هي دي كانت المشكلة انه دلوقتي خلاص بقى كل الاماكن مثلا القوعات اللي انا كنت واحدة بقت مجهزة في رمب حضور في الدور الارضي يعني بقى نوعا مال وضع كويس يعني عن الاول حالس مرح مرحيم انا عمينا لبيوت عن الكردي انا معي مؤاكل فو متوسط متعلمة انت والدة زينب انا والدة زينب زينب دي ما نقصهاش حاجة عن اي حاجة زينب تحدد زينب تحدد ظهوفها وتحدد كل حاجة وانا تعبت معها انا كنت بامشي من ابن بيتك الربعة بالعجلة اللي بتنزع اه مسافة حوالي 4 كيلو اه اه يعني انا دولت اربح كراسي من بيت زينب ما بالك اللي بتمشي بيهم بقى تمام والحمد لله انا انا واخد الام المثالية استنادة على محافظة الناس صعوال حقا